السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في حلقة جديدة ومعاكو تامر النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن إزالة العلامة المائية الموجودة في برنامج كين مصدر بكل سهولة طبعا انت لو جيت تضغط على علامة السلة دي هتفكر ان هي هتتحزف معاك ولكن هيدخلك على الصفحة دي الصفحة دي هنا بيقولك اشترك في خطة بريميوم هنا بيقولك لا يوجد علامة مائية موارد مميزة غير محدودة ولكن مقابل ده هتدفع في السنة 740 جنيه او هتدفع كل شهر حوالي 74 جنيه كل شهر ولكن احنا ان شاء الله مش هندفع الكلام ده وهنقدر نشيل العلامة المائية بزكاء فتابع معايا الحلقة للنهاية طبعا ده الفيديو اللي احنا كنا عاملينه قبل كده كل اللي علينا ان احنا هندغط على الفيديو بالشكل ده وهنروح على زوم وتحريك هندغط كده طبعا انا هاجي في الفيديو ده وابتدي اصغره بالشكل ده وابعده عن العلامة المائية واصغر كمان شوية طبعا اضغط هنا على الفيديو واروح على زوم وتحريك وطبعا انا عند المربع الاول ده انا اكون ايدي عليه واصغر الفيديو بتاعي بالشكل ده طبعا الفيديو جاي بشاشة كاملة هنا ولكن في جزء صغير والجزء ده طبعا احنا هنعلجه وهقولكو احنا هنشيل الجزء ده ازاي كل اللي عليك برضو ان انت هتيجي عند اليساوي ده وهتضغط كده علشان يحافظ على ابعاد الفيديو من بدايته لانهايته فلو ضغطت كده في حتة فاضية تحت او رجعت فهتلاقي الفيديو من البداية للنهاية على نفس الزوم اللي احنا عاملينه هيقابلني هنا مشكلة تانية وانا قصدت اعملها في الفيديو وهو الكرومة الخضرة موجودة في الاسفل في المنطقة السعودة دي وكمان عندنا الاسم بتاعنا كل اللي علينا ان احنا هنضغط على الاسم بتاعنا كده ونرفعه فوق هنا ونصغر حجمه بالشكل ده تمام وهنجيب الكرومة بتاعتنا دي وهنرفعه فوق كده بالشكل ده فلو جينا شغلنا الفيديو بتاعنا بالشكل ده هنلاقيه شغال بشكل طبيعي داخل اطار الفيديو بدون اي مشاكل طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه هنعمل استخراج الفيديو ده وهنقوله حفظ الفيديو وهنقوله هنا تخطي طبعا هو هنا جايب لنا احنا في الخطة المجانية فطبعا كل شوية هيظهر لنا الرسالة دي فهنقوله تخطي وهنستنى لغاية ما يخلص حفظ الفيديو وهو هنا حفظ معانا الفيديو بكل سهولة فكل الاعلانة دلوقتي ان احنا هنروح للبرنامج ده وهسيب لكم رابط البرنامج ده اسفل الفيديو وهو اسمه كاب كات هنفتح البرنامج وهيظهر معانا بالوجهة دي وان شاء الله البرنامج ده كمان احنا هنعمله شروحات لانه برنامج اكتر من رائع ولكن احنا هنستخدمه النهاردة لو انت حابب تستخدم برنامج كين مصدر او انت اصلا متعود على برنامج كين مصدر هتقدر تشتغل عليه وهتعمل العلامة المائية من خلال البرنامج ده فكل اللي عليك ان انت هتضغط على نيوه بروجيكت وهنختار الفيديو بتاعنا طبعا الفيديو اللي احنا عملنا له تصدير موجود هنا نختاره بالشكل ده وهنقول له ادد من اسفل وزي ما انتو شايفين احنا لو جينا نشغل الفيديو الفيديو شغال معانا بشكل طبيعي ولكن احنا عاوزين نشيل علامة كين مصدر او العلامة المائية بتاعت كين مصدر كل اللي علينا ان احنا هنجي في الاسفل هنا كده وهنروح على كلمة فورمات نضغط على فورمات ونبتدي نكبر بادينا كده الفيديو بتاعنا على الشاشة كاملة في البرنامج وهنشغل بلاي هنلاحظ ان الفيديو بتاعنا شغال بشكل طبيعي بدون اي علامة مائية طيب فيه نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها هو في نهاية الفيديو هتلاقي العلامة المائية الخاصة بالبرنامج ده هتقف هنا تحت كده في التايم لاين في الجزئة دي وتضغط عليها بالشكل ده وتضغط على كلمة ديليت كده انت الفيديو بتاعك معاك بدون اي علامة مائية لأي برنامج هتيجي بقى بعد كده تصدر الفيديو بتاعك او تحفظ الفيديو بتاعك هتيجي في الاعلى هتلاقي عندك الجودة هو هنا مختار لنا جودة الفول اتش دي او طبعا الفور كي فانت بتختار الجودة اللي انت عاوزها بعد كده بتختار الاطارات طبعا دي عدد الاطارات 60 اطار او 30 اطار ممكن الاعدادات دي برضو تختلف من جهاز لاخر على حسب قوة الجهاز وهنضغط على السهم اللي فوق ده وهيبتدي يحفظ معانا الفيديو زي ما انتوا شايفين البرنامج ده جماعة رائع جدا وان شاء الله هنعمل عنه شروحات كتير الفترة الجاية كل اللي علينا ان احنا هنعمل بان وهنروح للفيديو وهنشوف الفيديو بتاعنا شغال بدون علامة مائية ولا لا زي ما انتوا شايفين الفيديو شغال بدون اي علامة مائية خالص وبطريقة احترافية وزكية جدا اتمنى ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على كل علشان يصلك كل جديد السلام شكرا لكم